فاكر 2014 ركبت عشان كنت بس بستشهد بالموضوع ده من شوية في 2014 لما كنت المدير الفني النادي اسموحها وتعادلت في المباراة الاخيرة مع النادي الاهلي مظبوط ونادي الزمالك خد بطولة الدورة فاز بالدورة يساعد فاز بالدورة قبل حتى ما يلعب المباراة الاخيرة ليه اللي هي أمام الجيش مظبوط مظبوط أنا بتكلم في النقطة دي لأن امبارح الحقيقة كابتن محمد عبدالجليل المدير الفني لنادي مصر المقصة طلع قال أنا أنا بقلت اللاعبتي يحاولوا يحفظوا على لعبت النادي الاهلي وبالتالي هو من مبارح لغاية النهاردة متقطع أنه حيفوت مباراة النادي الاهلي مع مصر المقصة فأنا أخدت حضرتك اللي أنت عملته في 2014 كدليل حضرتك بتحب النادي الاهلي طبعا بتعشق النادي الاهلي ولكن لما بتلعب النادي الاهلي تعلمت في النادي الاهلي ايه اللي أنا عايز أقوله إسلام أولا أولا أول حاجة كده بدأ زي بدأ النادي الاهلي أكبر من أنه يستنى من محمد يوسف أو محمد عبدالجليل أو أي مدرب من ولاده أنه يحصل تواطئ أو يحصل حاجة عشان يديله نقطتين أو يديله ثلاث نقاط أو الكلام ده كله النادي الاهلي كبير ونادي الاهلي كسب بطولات من غير ما كان يقابل أحد أبنائه وماسك فريق تاني ده رقم واحد رقم اتنين إن إحنا تعلمنا في النادي الاهلي إن إحنا لما نشتغل برا النادي الاهلي إحنا بنقدم صورة عن اللي تعلمنا في النادي الاهلي لأنه هو رجل هو النهاردة لما بيجي جيبك إدارة تشتغل معاك وبتشوفك بتشوفك أنت بتتصرف إزاي بتشوفك أنت بتاخد كرارات إزاي بتشوفك أنت المواقف المختلفة أنت بتشتغل فيها إزاي وفكرك إيه كل ده إحنا تعلمنا في النادي الاهلي أي وتعلمنا إزاي ناخد كرارات تربوية إزاي بناخد كرارات في مواقف مختلفة كتير إنت عارف فريق كورة فريق ليه تفاصيل كتير فما تعلمنا في النادي الاهلي إن حتى وإنت بتلعب قدام بيتك قدام فرقتك لابد إنك تلعب بشرف ولابد إن يبقى عندك لأنه في النهاية دي الرياضة أنا مش عايز أقولك الناس دي علانة مني جداً لما أنا تعديلت مع الاهلي وأنا كنت ماسك البنك الاهلي تعديلنا 00 فناس كتيرا هو قالك أنت ضيعت علينا فرصتين يعني دي أحد اللقاءات أو اللقطات طبعاً من المباراة دي الاهلي والبنك الاهلي فكان ناس كتيرا جداً يعني بتتكلم على إن يا جماعة إحنا أنتوا طلبين من يعني في كل طبعاً بتقول إيه أنت ضيعت علينا نقطتين وكده لكن الأغلبية عندها الوعي من الجمهور أن يا جماعة لا هو مش معنى أنه ابن من أبناء النادي الاهلي أن ينزل يفوت أو يحط التشكيل غلط مثلاً أو ما يحطش أحسن تشكيل عنده أو 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 فالنادي الاهلي عظيم بمبادئه بدروسه بالخبرات اللي بيديها لولاده ما تعلمناش خالص أبداً في النادي الاهلي أن أنت بسلاً تسيب مباراة أو أنك تساهل لأن رقم واحد النادي الاهلي مش محتاج كده ورقم اتنين اللي تعلمناه مختلف عن كده فطبعاً لا عبد الجليل ولا أي مدرب يعني أتصور أو أكد أنه هو أنه يعني يفكر هذا الموضوع طبعاً طبعاً أجبت عليه برضو تقال على أحمد سامي يعني برضو نفس الكلام أحمد سامي بعد بقى المباراة أنه هو مش عليه طب أحمد سامي كسب كسب الآلي اتنين في المباراة بعد دور الأول إزاي بقى ما هو الناس بتنسى العمل الكلام ده دلوقتي أيضاً بيتقال 100% على أحمد النحاس في المدير الفاني من المؤولين العرب في المباراة القادمة إحنا عايزين بقى نرتقي بالفكر أكثر لازم يرتقي الفكرة كابتن إسلام لازم يرتقي ولازم يبقى فيه يعني ثقافة شوية فيما يكتب إحنا دلوقتي خلي بالك الوسائل بقت كتيرة جداً واللي عايز يقول حاجة بيقولها لازم يكون عندنا وعي ولازم يكون عندنا نوع من الثقافة والتفكير قبل ما نكتب حاجة أو قبل ما نقعد نتناقل في كل أخبار في أخبار كتيرة جداً بتبقى طالعاً الواحد بيبص لها كده ويقعد يتحكيها خصوصاً الحاجات اللي بتمثل سمعة أو الشرف أو الحاجات دي مهمة جداً ما ينفعش الواحد نهاردة أنا أنا كنت بتكلم كنت متنرفس شوية لأنه حاجات بتمثل سمعة أو الشرف دي بتبقى صعبة جداً لا وعبدالجليل في تجربة لسه جديدة يعني لسه متولي مسؤولية نادي المقاصة بتمناله طبعاً توفيق من خلالك طبعاً من خلال قناة النادي الآلي وعبدالجليل أحد اللاعبين المهوبين من أولاد النادي الآلي وعبدالجليل يعني كان من المواهب الفزة في النادي الآلي وطلع معنا يعني كنا طلعين في التسعينات كلنا مجموعة جمدة جداً فكان لعب ممتاز جداً وبتمناله توفيق لكن في نفس الوقت تاني تجربة حيقابل النادي الآلي طبعاً مباراة قوية ومباراة تقيلة من العارة التقيل يعني لكن عمره ما كان يقصد أو عمره ما كان أي مدرب يقصد بالعكس ده هو ممكن يكون عايز ينجح عشان يعبر عن نفسه ويوري الناديه إن أنا كادر كويس وإن أنا أستحق يعني فهم قصلي زي عنده مدرسته إنه هو حافظ بس عايز أكثر مظبوط إيه المشكلة يعني هل معنى كده كريم حسن شحاتة مدير الكرة في نادي الباك الأهلي قال مثلاً لو ربنا كرم النادي الأهلي في البطولة الأفريقية هو أول مباراة يلعبها النادي الأهلي لما يرجح نعمل باك الأهلي هنعمل له ممر الشرفي وكريم حسن شحاتة معروف انتماء هو ميوله الأهلوية الزمالكوية أنا أسف هل ده معنى إن كريم مثلاً مش زمالكوي مثلاً يعني وهو احترام وأدب هو ارتقاء بالفكر أنه في النهاية دي كورة نهاية دي كورة ودي رياضة وإحنا من خلال الكورة ومن خلال الرياضة ومن خلال المباراة ومن خلال المواقف دي احنا بنوصل رسالة للجمهور بنوصل رسالة للنشأ أولادنا بنوصل رسالة للشباب إنما اللي بيحدث واللي بيكتب والاتهامات اللي بتبقى على الملأ كده بدون أي أدلة وبدون أي إثبتات أنا شايف أن دي بصراحة حاجة من العيوب الموجودة